في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومن خلال الاستغلال الجيد للمعلومات الواردة للمجموعة الإقليمية للدرق الوطني ببجايا تمكن أفراد الفرق الإقليمية للدرق الوطني بتيشي من تفكيك شبكة إجرامية وطنية مختصة في سرقة المواشي تنشط ما بين ولايتي بجايا وسطيف تعود وقع القضية على إثر شكوى تقدم بها الضحية إلى الفرق الإقليمية للدرق الوطني بتيشي مفادها تعرض قطعه المقدر عدده بـ 17 رأس من الغنم للسرقة بقرة جبيلة بلدية بخلفة ويليت بجايا على الفور تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان من خلال تكثيف تحريات وتفعيل عنصر الاستعلامات وبعد استفاء جميع الإجراءات القانونية مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بجايا تم وضع خطة أمنية محكمة لتوقيف الشبكة العملية مكنت في ظرف وجيز من استرجاع 11 رأس غنم من 17 رأس غنم مسرقة توقيف 6 أشخاص متورطين في قضية السرقة تتراوح أعمارهم ما بين 25 و40 سنة حج مركبة مستعملة لهذا الغرض إضافة إلى حج مبلغ مالي يقدر بـ 147 ألف دينار جزائري من عائدات السرقة وهواتف نقالة تم تسليم قطيع الغنم إلى ماليكه وسيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق نذكر المواطنين بالرقم الأخضر 10.55 للدرك الوطني وموقع الشكاوي المسبقة بي بي جيان نقطة أمديا المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة في الجزائر